طبعا مرحبا اصدقائي معاكم بهذا الفيديو اليوم موضوعنا عن اسماك الجاك ديمبسي الياك ديمبسي طبعا هذا النوع من السمك من اجمل انواع الاسماك اللي ربيه بالحواط طبعا اسماك الزينة للمياه العزبة شباب اللي ماء له شغل بالاسماك وبالحيوانات يتفضل يطلع من الفيديو لان هذا الموضوع عن اسماك الزينة فقط ما في سياسة ما في نسوان ما في ولا شيء المهم يا شباب بدنا نكمل طبعا هذا النوع من السمك يا شباب بيطلع تقريبا يعني كل فيني كل عشرين يوم اطلع دفعة فروخ منه وبيكون يعني عدد الفروخ كتير كتير اول بره بعضو عندي كان العدد كتير قليل هالمرة كتير كتير تقريبا ستمية سبعمية من مئة فرخ ما اغضر عدن طبعا هذا الذكر عندنا الكبير وهاي الانساية اللون طبعا تصير السواد قوي لانه هني في حالة دفاع عن اولادا اذا نشوف الاماة كلما فرخ بعض عن المجموعة تاخدوه وتكبوه عند المجموعة كمان يعني عندهم طريقة واسلوب لحماية الفروخ من هني بيض وحتى يصيروا بحجم تقريبا شيء في نقل خمسة ستة ميلي طبعا هذا النوع من السمك بيحط بيضه على الحجرة طبعا كانوا بيضين على هاي الحجرة واول ما يفقسوا ثلاثة يام بدنا يفقسوا البيض ثلاثة يام يفقسوا الانساية تنقل البيض كله من موقع التفقيس لغير محل تفتح الفتحة بين الحجر يعني وتحطوا الفروخ طبعا طبعا بعد ما فقسوا بدنا خمسة يام لحتى يزبحوا يبال شو يزبحوا هلا متل ما هني طبعا اه عنا هون كما هلا اشن طعمين عما طعمين هلا صراصير دوبيا الام والابو وهنا بيرشوا فتافيت من الصراصير على الولاد يعني وعندي كمان باقي الاكلات التعنين المخصصة للولاد الصغار طبعا يعني للفروخ اه درج حرارة الماء يحبوا درج حرارة الماء تكون من تقريبا 22 درجة لحتى 30 بس هو الافضل شي تتركه على 27 28 اسماك مو شريسين كتير طبعا ما انهم شريسين كتيره شي عادي يعني بس اسماك صغيرة ما فيك تحط معاها لانه رح يقتلون طبعا اسم السمك من اله على اسم الملاكم الامريكي جاك ديم بسي هاي المعلومة ما كنت تعرفها طبعا فت على جوجل وشفت وبحثت وشفت ايش الموضوع طبعا تسموا على اسم الملاكم لقوة شخصية طبعا وقوة تحمل وقوة قوة ايش مابع التصرفات انه سمك كتير قوي يعني طبعا نشوف الكمية هائلة جدا شقد ما اقولك الموجود الفروق موجود بالتصوير ما عم يبين واضح العدد كامل يعني بس كتير كتير شكرا شكرا